تحت عنوان عجبت لك يا أهلي قال كان الأهلي أول الأندية المطالبة بتطبيق تقنية ألفار وكثيرا ما خرج علينا مسؤولي النادي ينددون بعدم تطبيق هذه التقنية عملا بالمساواة وضبط الأداء التحكيمي والحد من الأقطاء المتكررة في المباريات هنيجي بعد كده بيتكلم أن اتحاد الكرة شرع في تطبيق الإجراءات إلى هنا وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي تمام نحو اللجوء للتقنية التحكيمية نزولا على رغبة الجميع بمن فيهم النادي الأهلي حقيقي قبل أن يفجر المفاجأة الغير متوقعة إيه هي بقى المفاجأة الغير متوقعة يا أستاذ صبحي وذلك بمخاطبة اللجنة الخماسية أنا مش مسدق والله محذرا إياها من مخاطر تطبيق الفار نادي الأهلي خاطب اللجنة الخماسية حذرها من مخاطر تطبيق الفار في الدور الثاني وما قد يسبب من أضرار كبيرة قد تؤدي لعدم مشروعات بطى الدوري هذا الموسم الأهلي يرى أن التسرع في اللجوء للتقنية في هذا التوقيت سيفتح الباب أمام المزيد من المشاكل والاعتراضات وقد تتعطل المسابقة لا أختلف أو أتفق مع وجهة نظر الأهلي بخصوص التطبيق ولكن بلا شك وجهة نظر النادي الكبير ستؤدي لحالة من الارتباك ولا أعرف الدافع الذي أدى لتراجع الأهلي المفاجئ عن المطالبة بتطبيق الفار وأن هذا السبب قد بات من المؤكد أنه سيؤدي إلى تأجيل تطبيق الفار نعم تأجيل التطبيق سيكون هو الحل في ضوء الموقف الأهلاوي المتشدد وهنا بنروح لكلام في غاية الخطورة أننا نتحدث عن أن النادي الأهلي طالب اللجنة الخماسية مطالبة رسمية بعدم تطبيق الفار للأمانة نحن قلنا هنا أن إيفاب المسؤول أو الأمين العام لها تحدث عن استحالة قدرة اتحاد الكرة تطبيق الفار في الضور التاني وإحنا بالعكس اللي من داخل إعلام النادي الأهلي سجلنا موقف إيفاب وموقف اتحاد الكرة واللجنة الخماسية وحكنا على موقف النادي الأهلي أن كل آلات النادي الأهلي الإعلامية أو الرسمية بتؤكد على حرصنا على تطبيق الفار هنا وانتهى الموضوع إنما أن يخرج في مقال أو صحيفة حديث عن أن النادي الأهلي هو اللي طلب من اتحاد الكرة تأجيل الفار وقد يكون هو يعلم في داخله أن نتيجة تصريحات إيفاب الرسمية ومخاطباتها أو رسالتها للاتحاد الكرة اللي خرجت في مواقع لها ثقاتها فبيبدأ بقى نعمل إيه؟ بيجهز التهمة للصاكة تهمة بالله نشوف مين نحط عليه قميص عثمان ونحمله الموضوع ونشيله الليلة أهو شفتوا بقى أنا كنابغة وعملت صبق صحفي وتكلمت إن الفار مش هيتطبق طب نشوف الأسباب اللي إيفاب قلتها لأ ده النادي الأهلي هو اللي طلب وهو ما تطبقش ما ينفعش ده يحصل أبدا في صحيفة قومية أو لها مفترض مصدقية وهو نائب رئيس تحريرها للمفروض الصحفيين الصغيرين بتعلموا منه أو إن إحنا نحطك في الموقف ده والله يا أستاذ صبح عبدالسلام حتى في فكرة تهمة بدأنا الأخ العزيز المعد معنا شدي صبري قال لك طب نشوف كان كاتب إيه الإسبوع اللي فات عن تقنية الفار لأنه كاتب كلام متناقض تماما وأنا مش فاهم بأي حق أو هو إزاي وصل به الحالة إن يكون كاتب التناقض ده في إسبوع واحد فقط لغير كاتب تطبيق تقنية الضمير أهم وهنا كلام خطير جدا بيقول فيه إن مخت اللي يتصور إن الجبلية لما هتطبق تقنية الفار في الدور الثاني هيكون فيه عدلة تحكمية لا الموضوع مش هيكون فيه عدلة تحكمية وإنه مش متفائل خالص بالأمر وإن موضوع العدلة التحكمية ده هيحصل جدال كبير جدا على التحكيم ليه بقى هيحصل جدال كبير جدا على التحكيم لأن الأستاذ صبح عبدالسلام شايف إن طالما التقنية دي بيشتعلها حكام مصرييون وبشريون فالموضوع هيكون فيه خطأ لأن الحكام مستواهم فنيا ضعيف الحكام ممكن بيخطأوا أخطاء دون قصد وأخطاء بقصد وهنا دي يعني أنا شايفها جريمة كبرى مشكلة الأستاذ صبح عبدالسلام اللي بيمهد لها إن حتى لو جاد تقنية الفار يا جماعة ما تقلقوش النادي الأهل هي الجامل ليه يا أستاذ صبحي؟ لأن عصل الحكام اللي عندنا مش بس مستوى فني آه فيه جزء مستوى فني مش كويس لكن الجزء الأهم إنه هو مستوى أخلاقي وإن بيحصل أخطاء بعمد فبالتالي لو التحكم في تقنية الفار هيكون أوتوماتيكي فقط لغير فهنشوف عدالة لكن بما إن دخل الحكم المصري فلا تنتظر عدالة يعني إحنا إيه عايزين إيه يا أستاذ صبحي عبدالسلام من وجهة نظره قال لو إنتوا عايزين تطوروا إحنا محتاجين تقنية الضمير محتاجين حكامنا المصريين يتم معلاجهم خلقيا التهمات بشعة جدا التهمات صعبة جدا يتم إطلاقها على العواهم كده وفكرة التحكيم يعني قال نصيا الأهم من التعامل مع تكنولوجيا الفار هو تهيئة حكامنا الذين ستتعامل معها أخلاقيا وفنيا من أجل وصول بهم إلى قناعة غائبة عنهم منذ عقود طويلة من الزمن ده بيتهم جميع الحكام تلك القناعة تتلقص في كلمة واحدة أنا وهي الضمير وقال صدقوني إحنا محتاجين الضمير يا أستاذ صبحي عبدالسلام هل ترضى أن رئيس لجنة الحكام أو حكم من هؤلاء لأن أنت لما تطلق الأمر على العواهم كده فأنت كده بتسيق إلى جميع الحكام هل ترضى أن حد يشوف التناقض بين المقلتين ويقول لحضرتك إحنا محتاجين بالفعل الضمير في الصحافة هل هتقبلها أعتقد الأمر صعب جدا وفكرة التشكيك صعبة جدا وموقف متناقض لا يصح أنه يصدر من حضرتك في جريدة قومية وأعتقد موقف النادي الأهلي واضح وصريح ومعلن وبنؤكد عليه للمرة المليون إحنا مع العدالة التحكمية إحنا مع تطبيق تقنية الفار تقنية محترفة مع حكام مدربين بشكل احترافي وممنهج واغدين فترتهم الكافية في التدريب وأعتقد فقرة في الصندوق والدوري العام بيوضح مين اللي بيتم مجاملته تحكميا ومين اللي بيدار تحكميا موسيقى